بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمية الكهربية كم 233 مواصل في شرح وزن معادلات الأكسدة والاختزال بطريقة أعداد الأكسدة زن هذه المعادلة في وسط حمضي بطريقة التغير في أعداد الأكسدة في هذه الطريقة يجب أولا أن تحسب عدد الأكسدة لكل ذرة في المتفعلات والنواتج يتضح أن عدد الأكسدة للحديد في المتفاعلات 2 وفي النواتج 3 أما عدد الأكسدة للنايتروجين في المتفاعلات فهو 5 وفي النواتج 2 الخطوة التالية هي أن توزن الذرات التي حدث بها أكسدة واختزال عندنا ذرة حديد واحدة فقط في المتفاعلات وواحدة في النواتج إذن الحديد موزون النايتروجين ذر في المتفاعلات وذر في النواتج إذن أيضا النايتروجين موزون الخطوة التالية أرسم خط يصل بين العنصر الذي تأكسده مع ناتجه مع كتابة عدد الإلكترونات الحديد تأكسد لأن عدد الأكسدة ازداد من موجب 2 إلى موجب 3 إذن نرسم خط يبين عدد الإلكترونات وهي إلكترون واحد فقط لأن عدد الأكسدة قد ازداد من موجب 2 إلى موجب 3 أما النايتروجين فقد نقص عدد الأكسدة من موجب 5 إلى موجب 3 إذن عدد الإلكترونات المكتسبة هي 3 إلكترونات الخطوة التالية هي أن نوزن الإلكترونات المفقودة والمكتسبة وذلك بالضرب في 3 نضرب الحديد في 3 في المتفاعلات وفي النواتج وبذلك أصبح عدد الإلكترونات المفقودة يساوي المكتسبة الخطوة الخامسة هي الخطوة التالية هي وزن النقص في ذرات الأكسجين وذلك بإضافة جزئ ما عن كل ذرة أكسجين ناقصة يتضح من التفاعل أن عدد ذرات الأكسجين في المتفاعلات 3 وفي النواتج ذرة واحدة فقط إذن النقص ذرتين أكسجين نضيف عنهما جزئين من الماء نذهب إلى وزن النقص في ذرات الهايدروجين وذلك بإضافة أيون هيدروجين عن كل ذرة هيدروجين ناقصة يتضح من المعادلة المعطاة أن عدد ذرات الهايدروجين أربعة ذرات إذن بما أن الوسط حمضي كما هو معطى في السؤال نوزن النقص في ذرات الهايدروجين بإضافة أربعة أيونات هيدروجين للطرف الناقص وبذلك تصبح المعادلة موزونا وننهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقرر الكيمية الكهربائية في دروس لاحقة